طبعا عايزة روح معاك لماتش سيمب عشان الوقت ما ياخدناش نمر واحد تقييمك سريعا كده المباراة الجولة الاولى ومباتحي الاهلي مكسف في تنزانيا لأول مرة في تاريخه ورؤيتك للسيناريو او الشكل اللي هياخد بيه لأهلي مباراة العودة ان شاء الله بعد بكر بوسها وحميد هو طبعا ماتش سيمب هناك ليه ظروف معينة وجو صعب جدا ممكن انا قابلت مصطفى شوبير من حوالي يومين ثلاثة وكلمت معايا الجو صعب جدا جو صيام ورطوبة عالية جدا فانت خلاص في المقشرة الازدين بتاخد انت عايزه الناد الايلي خلاص انت خدت ان انت عايزه كسبت اللقاء وكنا نتمنى ان احنا نجيب هدف كمان لكن النتيجة ما انتهتش حان ده انا شهد تاني لسه في القاهرة اعتقد ان مستر كولر واللعيبة مركزين بشكل كبير الحمد لله اصابات كمان رجعت كله حالة تركيز وده اللي انا بكن فيه الناد الايلي ده مبالب على التطويق اللعيبة كلها لازم تكون مستعدة انا شايف ان الامر هتختلف شوان الناد الايلي هيهاجم طبعا في اول ربع ساعة تلت ساعة وفي نفس وقتها هيبقى لازم التسعين دي اتخص الناد الايلي يكسب ومكسب مشرفه والأداء اللعيبة تكونوا بروح عليها وبشخصية الناد الايلي اعتقد ان ان شاء الله هنعدي بإذن الله في المباراة اللي هنا بإذن الله صعوبة المباراة من وجه التاظرك وانت كسبان برة اكبر يعني خمسين خمسين وانا كسبان برة على الانتجى اللي هنا لا اكيد انت لما تكسب برة اكيد بيبقى عامل نفسي كويس جدا انت بتكسب بترتاح شوية احسن ما يكون القادرة انت خصان 1-0 أو 2-0 انت ممكن هكرب خصان 1-0 تيجي هنا تيجي بجول وهم جايبين في الجول فتخش في متاهات او انت خصان قدرة الاثنين فيجيب في الجول تبقى مشكلة كبيرة جدا. ده قولتك بتبتدي مطش زي ده جمزة ده المفروض انه عصبك اهدى اللود او الضغط العصبي عليك اهدى مصدر التوتر للطرف التاني طرف التاني هو اللي عنده مشكلة هو اللي محتاج يبادر عشان يعوض فبالتالي انت تقدر خبراتك الكبيرة في افريقيا تعرف تستغل وخبرات كولر كمان اعتقد انه اكتسب خبرات كبيرة في افريقيا تعرف تستغل الحالة اللي هيدخل بيها سيمبا المباراة. اكيد طبعا يعني الدنيا المختلفة خالص في مطش ديسمبه اللي هناك نتيجة واحد صفر اكيد وكده كده اصلا سيمبا التنزاني عارف قيمة الناد الاهلي وعنده قلق اكيد في الناد الاهلي خصوصا في مصر حتى انا انا شفت شفت تصريح للمدرب قالك ان انا هجيب زي الناد الاهلي اه اه شيف للأكل وهعمل زي الناد الاهلي مع عمل فده ده بيوتر الناس لكن هو يوتر مين انت هو كده كده من ده عشان هو الان من الناد الاهلي وطبيعي فيه خوف وقلق من الناد الاهلي انت خاصنوا هتصفر على الارضك هتلاعب الناد الاهلي في القاهرة تتكلم في عشرين تلاتين الف متفارج بيهزوا للجبال زي ما بيقولوا فانا شايف ان استعداد كويس لعيبة لعيبة للمصابة رجعت تاني اللعيبة كلها في حالة تركيز كبير جدا وفي تفاؤل ولكن زي ما قلت النتيجة والكرة منهاش مقاييس في المتغيرات فأتمنى يا رب ان شاء الله بإذن الله تمشي زي مستر كولر حاسب لها وانا شايف ان اللعيبة اللي موجودة عندها خبرات كبيرة جدا لعيبة دولية لعيبة حتى الأجانب دوليين في منتخب بلادهم فانا شايف ان الحمد لله مع الجمهور الكبير اللي هيبقى موجود اعتقد ان مستر كولر حيلعب بشكل هجومي وهيبقى فيه تأمين طبعا لان طبعا مشان ما يخش فينا القدرة الهدف ونقدر نجيب هدف او اتنين حتى كمان نرتاح نفسيا شوية ونصعد ان شاء الله لدور البعالي كرم بإذن الله